نروح بقى البعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي وتفاصيل جديدة أكيد هنحاول نعرفها مع حضراتكم في السياق حلقتنا النهاردة لأن الحقيقة يعني كل الكلام اللي بيتقال على هذا الأمر كلام كله طيب جدا وإيجابي جدا ونتمنى إن شاء الله إن الفترة دي فترة المعسكر في إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية الشقيقة تؤتي ثمارها ويبقى لها معكسات طيبة إن شاء الله على لعبتنا في اللي جاي واللي جاي عندنا مش سهل حقيقة فبطبيعة الحال يعني الاستعداد الأمثل ليه إن شاء الله إن شاء الله يبقى له إنعكسات طيبة تعالوا بقى نروح ليه فاروق صلاح زي مننا العزيز المتواجد في عجمان بالإمارات فاروق صباح الفل عليك تفضل وعايزين بقى تعرفنا إيه آخر المستجدات عندك برحب بك كريم وبرحب بكل مشاهدين مشاهدة ومتابعة شاشة طاقبانات النهارة في كل مكان صباح يوم جديد من إمارة عجمان مقر إقامة تفريق للنادي الأهلي ونقدر نقول كريم النهاردة بقى يوم جولة حرة مستر كولر منح العبين وأفراد البعثة جولة حرة واليوم الفرين النهاردة من التدريبات الأمس الفريق كان خاط أولى لقاءاته الودية أمام فريق الأخدود السعودي المباراة اللي انتهت بفوز فريق الأخدود السعودي بعد فيه المقابل هدف لكن خلينا كريم نتكلم من دايما بنقول في المباراة الودية ما بيبصش للنتيجة فوز أو خسارة بيهمك بعض الأمور اللي مستر كولر كان بيتطمن من خلالها من خلال هذه المباراة مهم جدا في المباراة الودية بتطلع بدون إصابات وأعتقد دي من النقاط المهمة جدا يعني تطلع من هذه المباراة بدون إصابات نقطة مهمة جدا واتكلمنا فيها كتير يا كريم على اللي اطمنانا على بعض اللاعبين أبرزهم كريستو مع عودته من الإصابة شفنا كريستو بالأمس يعني أنا كنت موجود معاك مبارح وقلت إن كريستو خلال ما الأيام الماضية بيظهر بشكل مميز مع فريق النادلال في التدريبات ده يعني الأمر اللي لمسناه شفنا أيضا مدى انتسجام وسام أبو علي يعني وسام شفناه في المباراة أعتقد يا كريم زي ما بنقول كده بلغة الكورة العبي بمن لمسته وسام أبو علي مدى انتسجامه مع اللاعبين خلاص يعني تقدر طول فترة المعسكر كانت مميزة جدا بالنسبة لوسام أبو علي أن يدخل في أجواء فريق النادلالي يتعود على أسلوب اللعب أيضا مستر كولر الطمن على العدد من العيبة للناشئين بيضع يعني خلاص عينه على مجموعة من العيبة المميزة في قطاع الناشئين في النادلالي اللي دائما بنقول إن قطاع الناشئين دوره مهم جدا في النادلالي ومجلس إدارة النادلالي بيقول اهتمام كبير جدا لقطاع الناشئين في كل الأمور يعني تقدر طول المباراة نهاردك مباراة الأمس كان لها إجابات كتير جدا مستر كولر يتكلم بعد المباراة مع اللاعبين شكر اللاعبين على الأداء يعني مستر كولر خاد اللقاء بتشكيلين تشكيل في الشوط الأول وتشكيل في شوط اللقاء الثاني مجموعة اللاعبين الكبار دورهم مستمر مع اللاعبين يعني كان بيدوا عملية دفع الروح المعنوية ويرفع من الروح المعنوية للعبين للناشئين قبل المباراة وأثناء المباراة ده كان دور مهم جدا طبعا زمانة وتلك كريم النهاردة يوم فريق أو جولة حرة لعب النادلالي غدا الفريق إن شاء الله هيستقنف تدريباته هيكون في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ثم طبعا المباراة الودية التانية اللي هتكون يوم الأحد أمام فريق حتى الإماراتي اللي هتكون في تمام الساعة الخبسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة يعني تقدر طولها تكون ثاني اللقاءات الودية للنادلالي وختام لمعسكر النادلالي بالمباراة الودية يعني مستر كولر تركيزه وتصميمه ويعني ما بيعديش أي فرصة وقت الرجل طول الوقت قاعب بيزاكر بيحضر بيتابع كل الأمور بيراجع للمباراة الودية بيشوف إيه السلبيات اللي وإحنا فيها إيه الإيجابيات مهم جدا أننا ستفيد من هذه الفترة وتواجد اللاعبين تقد يعني إن شاء الله المباراة القادمة أمام فريق حتى الإماراتي اللي زي ما أكدنا كريم هتكون يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات الثالثة بتوقيت القاهرة لأكون على ملعب فريق حتى الإماراتي إن شاء الله تكون بروفة قوية جدا للنادلالي مهم جدا كريم من الأمور اللي احنا بنتكلم فيها ولمسينا في المعسكر الروح اللي ما بين اللاعبين ما تحسش إن ده لعيب ناشي أو ده لعيب لسه جديد على النادلالي بعض الأمور أو الألعاب اللي تبقى ما بين اللاعبين بتزود يعني اللي بتقرب المسافات من اللاعبين وبتزود الألفة ما بين اللاعبين في حاجات مميزة جدا داخل النادلالي الروح اللي بين اللاعبين أعتقد دي من الحاجات المهمة جدا إن شاء الله مردود هذا المعسكر يكون على فريق النادلالي والعب النادلالي خلال الفترة القادمة بإذن الله طبعا كريم على نفس السياق ويعني كان في مستهل كلامة بتتكلم على الكابتن محمد الشناوي اللي كلنا يعني كلنا بتتمنى كل السلامة لمحمد الشناوي خلينا أقولك إنه تأثر كبير جدا من اللاعبين بعد ما يعرفوا بإصابة محمد الشناوي كثير من اللاعبين تواصل مع الكابتن محمد الشناوي واتطمن عليه كان واضح التأثر يعني على مستر ميشيل يانكو مدرب حراس المرمى مستر كولر لكن يعني عندنا ثقة في الحراس الموجودين إن شاء الله يعني يكونوا موجودين إن شاء الله أي حارس مرمى موجود في النادلالي يكون على قدر المسئولية طبعا في تواصل من الجهاز الطبي في النادلالي والمسئولين في النادلالي من كل أفراد المنصومة الرضاية في النادلالي التواصل مع الكابتن محمد الشناوي ويقل الجهاز الطبي في المنتخب المصري لإتخاذ أفضل الأمور والحلول الممكنة ليه الإطمان طبعا على كابتن محمد الشناوي طمنا من الدكتور أحمد جبالله اللي إن شاء الله يعني خلال هذه الساعات إن شاء الله فيه تنسيق كامل لكابتن محمد الشناوي اللي نتمنى له إن شاء الله يكون بألف سلامة ويعني إصابة الشناوي خسارة جبيرة جدا للمتخب المصري وأكيد ليه للنادي الأهلي لكن إن شاء الله إحنا كلنا ثقة في العبل للنادي الأهلي إن شاء الله يكونوا على قدر المسؤولية كريم طبعا أنا موجود معاك لو فيه أي استفسار أو أي تساوي ده وضع يا فاروق ما فيش غير كل الشكر لك كالعادة يعني دايما تقاريرك الحقيقة يعني ما بتديش أي مساحة للمزيد من الأسئلة مشكرك يا فاروق شكرا جزيلا وتحياتي لكل الناس الموجودة عندك في المؤسكر